السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى بنعمل حاجة كده عشوى غدوات سموها زي ما انتوا عايزين هي حاجات اتصادية وسهلة ولا اي فرخ ولا لحمة ولا اي حاجة هتكون من الحاجات المكلفة الغالية ديت احنا جبنا معاكم وصفة سهلة وبسيطة معانا ما قدرها زي ما انتوا شايفين لفت جلاش حوالي نصف كيلو زيتون مخلي اسود جبنا رومي حوالي بعشرة جميع كده وكبية لبن وبيضة وسامنة او زبدة ومعانا لانشون وفلفل معانا وطماطم متقطعين وجبنا موزرلة ممكن على حسب الرغبة لو انت مش عايز تضيفي جبنا موزرلة عادي برضو معاكي فلفل وطماطم وقطعنا الجبنا الرومي واللانشون وقطعة صغيرة هنبدأ نقطع لفة الجلاش عشوائي كده بالشكل ده واتحلقات انا لفة لفة زي ما هي وقطعطها ده حاجات تبقى سهلة ولا هندهن مثلا زبدة ولا هتحتاج سمنة وزبدة كتير حاجات غير مكلفة خالص وسهلة يدوبك شوية زبدة هنرشهم على الوش بس شايفين بعد ما اقطعطها بالشكل ده ده هنت صانية زبدة او سمنة او زيت او اي حاجة عندك مادة دهنية هبدأ انزل بالنص الجلاش اللي انا قطعته شريح زي ما انتوا شايفين وابدأ بقى انزل بالحشوة بتاعتي الحشوة بتاعتي زي ما انتوا شايفين هبدأ بس ده نتزبدة كده خفيفة عشان تبقى بين الطبقات كده شكلها حلو وهنزل بالمكونات بتاعتي اللي انا قطعتها معاكو انا معايا كده كوباية لبن وبيضاية ده هحطها في الاخر خالص على الوش قبل الموزاريلا انتي لو ما حطيتش حتى موزاريلا تبقى جميلة معاك برضه شايفين كده قطعت اللان شون قطع صغيرة خالص ورصيته كده قبل ما حطت الرائد تاني درق في الاول نص الجلاش وفلفل والرومي بتاعتي ايه برص الرومي كده زي ما انتوا شايفين عشوائي كده هي مش مكلفة وعايزة وقت خالص وقتها قليل جدا ما بتاخدش عشر داقي وعشر داقي في الفرن بسم الله ما شاء الله قال لي من عشر داقي كمان كن مستوي عشي خفيف غدا لأولادك حاجة كده يا ولادك هيحبها جدا جدا شايفين وهرص بقى الطماطم طماطم من غير مية طبعا بصفي ميتها خالص شايفين كده والفلفل بتاعي الفلفل اخضر رومي عادي عايزة تحطي حراء برضو حسب الرغبة عايزة اي حشو عندك اي بقية في التلاجة عندك ملاش اي لازمة او عايزة تكل بدل ما تكلها بعيش او اي حاجة هتحطيها في الجلاش هتبقى جميلة الفلفل نزلنا به شوية زتون في التلاجة شوية خيار مخلل ممكن يمشي معاها برضو اي حاجة عندك هتقضي الغرض وحاجة عشوة جميلة او غدوة جميلة وقضي اليوم خلاص قضيتي يومك جميل باي وجبة انت عايزاها باي جدل ما تعملي اي وجبة غالية مكلفة دي وجبة بسيطة وسهلة وموفرة للوقت والمجهود اضغط ضغطة خفيفة اضغط ضغطة خفيفة نضع البضاية معي نضع البضاية بفلفل اسود و ملح ملح بسيط لان انا جبنا الرومي وان فيها نسبة ملح شوية انت لو عندك حشوة لحمة مفروما عندك اي حشوة هتسد الغرض برضو في ربع كيلو لحمة بس هيعمل لك صنية زي دي شايفين حبيبي لو قطع فرايخ بقي مثلا عندك مناب فرايخ و الكفارخة مثلا سدر قطعة بنيها تقطعها معهم هتبقى جميلة برضو اللي موجودة عندك هتعملي بيه بقى ربية البيضة مع اللبن مع السمنة او الزبدة او الزيت برضو لو عندك زيت متوفر ما في السمنة اي حاجة متوفرة عندك هتعمل الوجبة دي معي شايفين بدأت بقى لما هيتشرب خالص خالص هسيبوه قرقمت ديقتين هيتشرب خالص بالشكل ده مش هحط المتزاريلا دلوقتي انت لو عايزة تكتفي بكده وتحطيها في الفرن والله العظيمة تبقى جميلة معاك وانا جربتها كده قبل كده شايفين بقى بالمتزاريلا عندي شوية متزاريلا كده رشيته مع الوش لو عندك جبنا شي ضر اي حاجة برضو هتقدي الغرض لو عندك جبنا فيتها تحشيها بالحشو برضو جميلة جدا مش هتقول لا اي حاجة عندك مش هتقول لا تقلتها الفرن على درجة حرامتين او مية وتسعين كده وابدأ احط بقية المتزاريلا بتاعتي بعد ما خدت وش بسيط وهحطها في الفرن تاني تاخد ديقتين وتققوها طلعها ودي يا حبيبي بعد ما طلت بالشكل ده شايفين شكلها وحاجة كده بصراحة عظمة وحاجة عشوة او غدوة ولو عندك دفق جايلك فاجأة اي حاجة هتبقى جميلة معاك وهتشرفك ما شاء الله يلا ما تنسونيش بقى حبيبي في الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس شكرا